على مدى سنوات طويلة نحن العرب والمسلمين طم إظهارنا بشكل جداً سيء على وسائل الترفيه مثل الأفلام والمسلسلات والألعاب كان دائماً بس نسمع كلمة عربي أو مسلم بفيلم أو لعبة على طول رح نعرف إنه رح يجيبوه إرهابي بفجر نفسه وخلاص بس الخبر الكويس إنه هذا الشي بدأ يتغير آخر كم سنة من جديد خفت الأفلام أو الألعاب اللي تطلع العرب بصورة نمطية سيئة وصاروا يطلعوهم ناس عاديين وحتى صارنا نشوف شخصيات عربية أو مسلمة نطلعينهم بشكل جداً جيد وحتى بدور بطولي بأفلام وألعاب عالمية فهذا موضوع فيديو اليوم عشرة ألعاب أظهرت العرض أو المسلمين بشكل جداً جيد سواء عن طريق شخصيات أو عن طريق القصة أو أشياء ثانية بس قبل أن نبدأ حاب أنوح إنه بهالفيديو رح أتكلم عن قصص الألعاب فرح يكون في حرق لقصتها بس قبل أن أتكلم عن أي لعبة رح أحطم به هل في حرق أو لا؟ ويلا خلا نبدأ قبل أن نبدأ حاب أذكركم أنه فيه giveaway شهري على القناة على سماعة gaming wireless و stand إذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيهم كله عليك تسويه ادعى عن فيديو بزر اللايك اشترك في القناة وترك أي تعليق مع وسيد التواصل فيه معاك وهذا الفيديو برعاية لعبة تعتبر من أفضل وأضخم ألعاب الموبايل اللي موجودة بالعالم اللي هي Raid Shadow Legends هاللعبة بنفس جودة ألعاب البي سي أو الكونسول وجدا ضخمة فيها فوق الخمسمائة شخصية كل شخصية عنده الخصائص التاكتيك السوبر الخاص فيه وبس تكون فريقك فينك تروح وتلعب فيه ضد وحوش فينك تسوي مغامرات جوا دنجين فينك تلعب مهمات من القصة طلع بلعب اللعبة فترة وهدول أحد أفضل الشخصيات اللي عندي الشخصية الأولى هو Astrolon مثل ما شايفينه حاليا قدامكم وقدرته الخارقة هي الصعق بالكهرباء مثل ما شايفين والشخصية الثانية هو Brakes الذئب أظن من شكله واضح شو خصائصه رح ينزل لك ضرب وتشخيط في الأعداء حتى يموته وفوق كذا بهالشهر سووا تحديث جدا ضخم اضافوا فيه 11 شخصية و200 مهمة جديدة وإذا خلصت كل المهمات رح يعطوك شامبيون ليجندري شكله جدا رهيب وإذا نفكر هذا كل شي فأنت غلطان ضافوا كمان 5 مستويات صعوبة جديدة لكل دنجين في اللعبة اللعبة مجانية بالكامل وموجودة حاليا على الآيفون والأندرويد إذا بدك تحمل اللعبة أتمنى تستعمل اللينك الموجود أسفل الفيديو رح تفيدني وتدعمني بشكل جدا كبير ويلا خلا نبدأ بالفيديو بالمرتبة العاشرة عنا شخصية فريدة مالك بلعبة دايوس اكس يومين ريفولوشن قصة اللعبة أنه الناس بالمستقبل تطوروا بشكل جدا كبير وصاروا البشر يركبوا أطراف إصطناعية وصاروا يركبوا شرائح زكية جوا دماغهم وفيه منظمة سرية اللي هي الإلوميناتي أو الماسونية بيحاولوا يخترقوا هالشرائح عشان يتحكموا بالبشر فالشخصية الرئيسية أو البطل اللي تلعب فيه اللي هو آدم جينسون بيكون فريق وبيحاولوا يوقفوا الماسونية واحد عداء الفريق هي شخصية عربية اسمها فريدة مالك ودورها إنها طيارة جدا محترفة فينها تسوق أي مركبة أو أي طيارة بشكل جدا محترف فيعني حاطين شخصية عربية شبه رئيسية وحاطينها من الفريق اللي رح يحاولوا يوقفوا المنظمة الشريرة أو الماسونية بالمستقبل بالمرتبة التاسعة عنا اللعبة الغنية عن التعريف أنشارتت ثري في أحد المهمات البطل أو الشخصية اللي بتلعب فيها نيثن دريك بيكون محاصر من أحد العداء بأحد الأماكن باليمن وهو محاصر بيجوا قبيلة عربية وبيسعدوه وبعدين بياخدوه معاهم وبيحسنوا معاملته والبطل نفسه بيستغرد بيحكي لهم أنا أمريكي أنا المفروض تكون عدوكم ليش عم تأحسنوا معاملتي بعدين بيرد عليه شيخ القبيلة اللي هو سليم بيحكي له حتى لو كنت عدونا لازم نأحسن معاملتك ونأمن لك غذاء ومأوى وبعدين البطل نيثن دريك بينضم لها القبيلة ومع بعض بيحاولوا يوقفوا الإنجليز باليمن فصراحة أظهروا العرب بشكل جدا جيد بهالمهمة وطلعوهم أهل شرف ونخوة بالمرتبة الثامنة عنا لعبة ديستيني لعبة ديستيني ما تطرقوا فيها للأديان أو أعراق الناس أبدا اللعبة قصتها بكل اختصار إنه فيه غزو فضائي على الأرض أو على المجرة خلنا نقول والبشر اجتمعوا عشان يقاتلوا هالغزو فبأحد قصص اللعبة بيورجونا إنه كان فيه فرسان نبلاء اسمهم الأيرون لوردز وهالفرسان قاتلوا بكل شجاعة الغزو الفضائي لدرجة إنهم كلهم ضحوا بحياتهم وهم عبيقاتلوا بس بعدين نكتشف إنه ضل واحد منهم بس هذا آخر الفرسان النبلاء يلي دافعوا عن الأرض وهذا الشخص اسمه لورد سالدن أو بالعربي القائد صلاح الدين أظن كلكم تعرفوا من القائد صلاح الدين الأيوبي هو القائد المسلم يلي فتح القدس وعلى فكرة الأجانب كتير بيحترموا القائد صلاح الدين الأيوبي مو بس المسلمين لأنه بيعرفوا بالتاريخ إنه لما فتح القدس عامل الناس أو الصلاحيبيين هناك معاملة جدا محترمة وما قتل حد منهم وخلوهم يكملوا شعارهم الدينية فحتى عند الأجانب اكتب على جوجل اسمه بالإنجليزي اللي هو سالدن راح تلاقي كتير الناس بحبوه ومثل ما قلتني شوي بلعبة دستاني ما بيتطرقوا للأديان أو الأعراق بس يعني جدا واضحة الشخص اسمه صلاح الدين شو راح يكون فإيه حركة جدا حلوة جابوا أحد أقوى وأنبل الفرسان بقصة اللعبة باسم قائد مسلم بالمرتبة السابعة عنا شخصية شاهين من السعودية بلعبة تيكن 7 لا أريدو إذا لكن سأقتلك إذا اضطررت لعبة القتال الغنية عن التعريف تيكن نزلوا فيها شخصية عربي سعودي اسمه شاهين وجابوا ستايله وحركاته جدا رهيبة وكمان بالقصة انطلعينه شخص جدا كويس في كتير ألعاب قتال من زمان كانوا يجيبوا شخصيات عربية بس كانوا يجيبوهم بصورة عادية أو صورة سيئة أحيانا بس بلعبة تيكن 7 بشخصية شاهين جابوه بطريقة جدا جدا رهيبة إذا كان الأمر كذلك فيجب أن لا أدعه يهرب في المرة القادمة التي يقابله فيها لأجل أصدقائي لأجل العالم أجمع علي إيقافه في المرتبة السادسة عنا شخصية نورة في لعبة هايبرسكيب لعبة هايبرسكيب لعبة باتل رويال نزلت السنة الماضية من شركة يوبيسوف وكانوا الناس متأملين على هاللعبة بشكل جدا كبير بس اللعبة فشلت اللعبة باتل رويال نفسها نفس بوب جي فورتنايت أو وارزون بس اللي يميزها إنه فيها شخصيات وكل شخصية عندها قصة والخصائص الخاصة فيها من أحد الشخصيات عنا شخصية نورة مسلمة من اندونيسيا وأظن هاي الشخصية الوحيدة في تاريخ علعاب الفيديو يلي تلعب فيها ومتحجبة إيه شخصية متحجبة أو لابسة حجاب مثل المشايفين ممكن للبعض ما يعتبر هذا حجاب بس ثم يعني لما سوق باللعبة قالوا إنه عنا شخصية مسلمة ومتحجبة بالمرتبة الخامسة عنا شخصية فرح وأمها أنا عماري بلعبة أوفر ووتش لعبة أوفر ووتش تعتبر من أشهر ألعاب الشوتر في العالم واللعبة فيها كتير شخصيات من مختلف الدول والأعراق وبقصة اللعبة فيه شخصيات شريرة وفيه شخصيات كويسة ومن أحد الشخصيات لكويسة هي شخصية فرح من الجيش المصري واللي كلهمها إنها تقاتل أشرار وتدافع عن المستضعفين وتجيب العدالة لهم وشخصية عربية ثانية في أوفر ووتش اللي هي شخصية أنا عماري واللي هي أمها لفرح وكمان جايبينها شخصية كويسة ومحترفة بالسنايبر وبقصة اللعبة أنا هي من أحد المؤسسين لفرقة أوفر ووتش الفرقة اللي همها إنها تقاتل أشرار وتجيب العدالة للعالم فيعني حاطين شخصية بنت وأمها عرب مصريين وعلى أكتر مسلمين من سكن أنا في حجاب من أحد أبطال العالم واللي بيقاتلوا الشر بكل مكان بالمرتبة الرابعة عنا لعبة كولوف ديوتي مودر وورفير الجديدة طيب كل صراحة كولوف ديوتي بالأجزاء القديمة وبالذات مودر وورفير كانوا يطلعوا العرب والمسلمين بصورة سيئة أو مو صورة سيئة بس خلنا نقول كانوا يطلعوهم بالصورة النمطية واللي هي إنهم إرهابيين وبس بدهم يقتلوا الناس ويفجروا حالهم بس في آخر جزء اللي هو كولوف ديوتي مودر وورفير عرضوا عكس هالصورة تماما قصة مودر وورفير بكل اختصار إنه في دولة عربية اسمه أورزكستان دولة خيالية ما جابوا اسم دولة حقيقية عشان يتجنبوا المشاكل هالدولة إجع عليها احتلال روسي وهالاحتلال الروسي تسبب بمشاكل دمر البنيان قتل الناس قتل الأطفال فطلعو لك بقصة اللعبة إنه في مقاومة لهالاحتلال الروسي جماعة عم تقاتل الروسيين وكل هدفهم إنهم يحرروا بلدانهم وهالجماعة بقيادة شخصية اسمه فرح كريم شخصية أساسية وانطلعينها بشكل جدا رهيب بس كمان طلعو لك إنه في جماعة ثانية عم يقاتلوا الاحتلال بس الجماعة الثانية ارهابيين متطرفين بيعملوا عمليات انتحارية بالغرب وكذا بس الشي الحلو إنهم جابوا لك سبب الجماعة الثانية إنه صحيح جماعة ارهابية بس جابوا لك ليش قاعدين يسووا هالشي بأحد المهمات بتقابل قائد هالمجموعة وبيقول نحنا ما عنا سبب ديني أو طائفي عشان نقتلكم نحنا عم نسوي هالشي لأنه الاحتلال الروسي دمر بلدنا وانتو الغرب ساكتين وما عم تسووا أي شي فصحيح إنهم ارهابيين وأشرار بس عندهم سبب مو نفس زمان زمان كانوا يطلعو لك فقط جماعة عربية مسلمة ارهابيين وما عندهم سبب بس بدهم يقتلوا الكفار وكانوا يطلعو لك إنه الجندي الأمريكي هو البطل اللي جاي يحرر البلد العربية لأ بكولف جيتي مودر وورفر طلعو لك الأمريكان بشكل جدا سيء طلعو لك بالبداية إنه الأمريكان كانوا عب يدعموا ويساعدوا المقاومة بقيادة فرح وبعدين بس اتغيرت مصالحهم سحبوا عليهم وحطوهم تحت قائمة الأرهاب فإيه شايف كولف جيتي مودر وورفر طلعوا العرب بصورة جيدة أو صورة واقعية إنهم ناس أرضهم احتلت ويدهم يدافعوا عنها مو نفس الصورة النمطية اللي كنا نشوفها من الزمان بألعاب كولف جيتي أو ألعاب الشوتر والأفلام بشكل عام بالمرتبة الثالثة ما عنا لعبة وحدة بل عنا عدة ألعاب وهالألعاب ما جابوا شخصيات عربية أو شخصيات مسلمة لا بس اللي عملوه هو إنهم قدروا واهتموا بالعرب والمسلمين وعملو لهم إيفنتات جو ألعابهم خاصة بأعيادنا نفس رمضان والعيد وغيرها من أحد هالألعاب عنا لعبة بوب جي موبايل عملت كتير إيفنتات خاصة بالعرب وبالمسلمين وبرمضان وعنا لعبة كولف جيتي موبايل عملت إيفنت وسكن رهيب خاص برمضان عنا لعبة فورتنايت اللي عملت إيفنت وحدث الفانوس برمضان ونزلت أشياء باللعبة إلها علاقة برمضان وأظن لعبة فري فاير إذا ما خب ظني الحين بكل صراحة هالألعاب ما سووا هالشي إلا لأنه بيعرفوا إنه في عدد جدا كبير من لعبينهم من العرب والمسلمين فعشان كذا سووا هالإيفنتات الخاصة برمضان والعيد مو والله لأنهم بيحبوا المسلمين لا لأنه بيعرفوا عدد جدا كبير من لعبينهم عرب ومسلمين فحركة جميلة الصراحة بالذات إنه فيه ألعاب ثانية ضخمة وبيلعبوها عدد جدا كبير من العرب ومع كذا سحبوا لا عملوا لا إيفنتات خاصة برمضان ولا العيد ولا أي شي فلما نشوف ألعاب تهتم وتسوي هالأشياء لازم نقدرها بالمرتبة الثانية عنا لعبة مارفل أفنجرز أظن كلكم شفتوا أفلام أفنجرز أو على الأقل سمعانين فيهم بس اللي ممكن لكم تعرفوه إنه فيه لعبة خاصة بالأفنجرز اسمها مارفل أفنجرز نزلت السنة الماضية ولعبة جدا رهيبة خصة اللعبة بكل اختصار إنه أبطال الهيرو أو الأفنجرز تفرقوا وصارت مشاكل بيناتهم وهالشي أدى إلى ظهور الأشرار بشكل جدا كبير بس فيه شخصية يلي هي بنت صغيرة من باكستان اسمها كمالة خان هاي البنت جدا بتحب مجموعة الأفنجرز وبعدين بصير عندها قوة خارقة هي كمان فكمالة خان تعتبر الشخصية الأساسية باللعبة لأنها هي اللي بتروح وبتجمع الأفنجرز مرة ثانية مع بعض وبتقومهم وبتساعدهم يحاربوا الأشرار وبعدين بتصير عضو أساسي معاهم مثل ما قلت لكم هي عندها قوة خارقة وبصير اسمها ميسس مارفل الحين بكل صراحة مو اللعبة اللي اخترعت القصة وطلعت هالبنت المسلمة بدور بطولي ودور جدا حلو لأ هما ماخدين القصة من الكوميك من كوميكس مارفل شخصية كمالة خان أو ميسس مارفل موجودة بالكوميك من زمان كوميك أو القصص المصورة لمارفل وطبقوها باللعبة والشيء الحلو إنها مو بس شخصية مسلمة بالاسم وخلاص لأ بالكوميك كتير تتكلم عن دينها لأن مثل ما قلت لكم هي بنت صغيرة مراهقة في أمريكا وبأمريكا بهالعمر بتصير حفلات للشباب والبنات بالمدارس وأظن اللي متابع الأفلام بتعرف الكلام فبالكوميك مورجينة إنه لا هي ما بتحضر هاي الأشياء مدري إذا باللعبة طبقوها أو لا بس أنا بنفسي قرأت الكوميك وكان جدا رهيب بالمرتبة الأولى عنا أول لعبة من السلسلة المعروفة أساسين كريد اسم أساسين كريد أو قصة اللعبة مبنية على طائفة حقيقية كانوا موجودين من ألف سنة بالدولة العباسية واسمهم بالعربي الحشاشون الحين الطائفة على حسب ما سمعت إنهم مسلمين بس كانت سمعتهم ما هي كويسة أبدا وتسببوا بكتير مشاكل واختيالات للدولة المسلمة بهذاك الوقت بس باللعبة أساسين كريد فقط أخذوا اسمهم وشي بسيط عن قصتهم وقصة ألعاب أساسين كريد بشكل عام ما لها أي علاقة فيهم أو يعني أخذوا اسم وشكل وزمان هاي الطائفة بس بعدين اخترعوا قصة ثانية وطلعوهم بشكل كويس فالمهم الجزء الأول كانت أحداثه بسوريا بدمشق وبفلسطين بالقدس وعدد دول ثانية والبطل بالجزء الأول كان عربي مسلم اسمه الطائر ابن الله أحد وكان من سوريا بالتحديد ومثل ما قلت لكم هما غيروا قصة الأساسين أو الحشاشين الحقيقية فمطلعينهم بدور أبطال ومطلعين الطائر ابن الله أحد كبطل اللي عبي حارب الأشرار بهذاك الوقت وورجون على نهاية القصة انه ضحى بحياته عشان البشرية هي القصة فيها كتير خيال في قطعة أثرية بالقصة اسمها أبل أوف إيدن أو تفاحة إيدن هالقطعة عندها القوة لتنهي البشرية بأكملها فشفنا انه الطائر ابن الله أحد حبس حاله بمكان مغلق مع هالكرة ومات بهالمكان يعني ضحى بحياته عشان هالكرة ما توقع بإيد الأشرار ويحمي البشرية فصراحة طلعوا الشخصية العربي المسلم بشكل جدا بطولي بأول جزء من لعبة أساسين كريد فإيا شباب هالفيديو لليوم أتمنى أن أكون أعجبكم أتمنى أن نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك وشاركونا بالتعليقات شو أكتر لعبة بهالفيديو شفتوها عمد أظهر العرب بشكل جدا كويس أو إذا في لعبة أنت بتعرفها وأنا ما ذكرتها بهالفيديو أتمنى تكتب لنا إياها بالتعليقات وبس كان معكم بشاركة إياها بشاركة كيش بكم بديها الثاني إن شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة